هنبدأ اخبار النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي النهاردة معانا خبر وبداية من كرة اليد وتعادل فريق كرة اليد سيدات مع نادي سبورتنج. تعادلوا عشرين عشرين في ختام الدور التمهيدي. المؤشرات مش ماشية لكن دايما بندعم فرقنا بمعنى ان النهاردة البنات كرة اليد خسروا منطقة القاهرة والنهاردة بيتعادلوا مع سبورتنج من سنين مضت ما حصلش ده لكن اكيد في حاجة في الفرقة بخيادة مدير الفني كاترياسرة اكيد بيعالج ده لان احنا عارفين عندنا كلنا الثقة في بنات كرة اليد وسيدات كرة اليد. الماتش اتلعى بيوم السبت على صالة نادي سبورتنج في اسكندرية وكان في غيابات بالنسبة الاهلي برضو لازم نقول ان كان في غيابات كأيارة شحاتة وامين عاطف كان غيابات واتنين لعبات برضو مهمين جدا داخل فريق ياسمين عبد الرحيم وفريدة هاني دول كان عندهم نحنات نص السنة. احسيات الاهلي او اهداف الاهلي صار حسام السبع اهداف واسراء السيد ستة نصر عيد اربعة منا خالد وليلة وصار الخولي كل واحد منه هدف. بكده النادي الاهلي صعد من المجموعة الاولى ومعايا نادي سبورتنج ونادي الطيران ونادي الجزيرة. صعدوا للدور النهائي. كل ده كان مورطة مهدية في الاول وصعد للدور النهائي وكمان صعد من المجموعة التانية. الشمس والزمالك وسموحة ونادي المعادي. بكده دول تمن فرق صعدوا للدور النهائي. هلعابه دوري رايح جاي وهو الدوري وهو الدوري الاهم والدوري الاقوى او هو الدوري اللي هو هيبتدي نشتغل عليه ويكسب بطل الدوري. الماتشاط اللي جاية اربعتاشر ماتشي نادي الاي لالعبهم رايح جاي هو ده الاهم. نتمنى لهم التوفيق والتركيز. داخل المورايات مهمة جدا جدا ناركز في كل مباراة. مباراة اللي جاي بالنسبة لفريق كرة ادد سيدات مباراة كؤوس. لان احنا فعلا الموضوع عندنا مش هيقدر في اللي جاي. الماتشاط اللي جاية ماتشاط قوية جدا وكل الفرق مدعامة عارفين لكن اكيد سيدات كرة الاد برضو قد المسئولية.